اهلا بكم متابعين في الثايفي ورجعنا لكم في اللقاء اشترك ومعنا ضيفة اللي اسبق ليها وبانت معنا في القناة اللي هي لالا حنن والتي اليوم جات معنا بصيفتها صانعة محتوى في اليوتيوب هاد المنصة هادي اللي ولا بزاف دي الناس كولجو لها كين اللي كولجو لها الغرض انه يتشهر وفي نفس الوقت عنده وحد الحاجة وحد القيمة بغي يزيدها للناس اللي كيتفرجو فيه ولي كين كنلاحظو مؤخلا وخاصة مؤخلا انها كين مجموعة للقناوات اللي تقريبا منعدمة المحتوى واللي كتقلب لهاجة الوحيد اللي يسيطر عليها هو المشاهدات فحنا نسعى واننا نبرزوا القناوات اللي عنده وحد مهتوى هادف في نفس الوقت كتحاول تفيد الناس وتستفيد لانا احنا مش ضد ان الواحد يستفيد احنا ضد حاجة واحدة هو ان يقدم محتوى لا يغليق باليوتيوب المغربي او لا بالصناع المحتوى في المغاربة فمعنا اليوم للحنان للحنان كيفش تخديس القرار انك تدخلي اليوتيوب بالنسبة اليوتيوب انا رأى بمحد الصدفة ادخلت لي يعني كنت اولا خاصة اليوتيوب كيف بغيت تفرره زائد خاصة تكون عندك دراية يعني كتولي خاصة المونتاج خاصة تصوير خاصة الصوت خاصة بزاف ديال الحويج انا هاد المسائيل ما عندي بي هاتشي علاقة كي ما كنقولوا يعني ادخلت لي انا غير متطفلة جاءت بمحد صدفة يعني انا كانت صديقة ديالتي هي اللي شجعتني انني ندير اليوتيوب كنت مترضى في الاول ولكن فاش اقترحت الفكرة على الزوج ديالي قال لي يا لاش ديريها ومن ضمن الناس اللي كانوا شجعوني كانت صديقة ديالتي وزوج ديالي وحتى الاسرة ديالتي يعني الاخ ديالي هو اللي يعني هو اول حاجة اللي يبدأ يعني كيفاش غدي ندير قناة كيفاش خاص ممكن هاد المسائيل بزاف كنت ما ما كان فهمش فيها ولكن الحمد لله مليقتها رحت علم الفكرة لقيتهم عجباهم ومسانديني فيها فانا كنت غنجي نسوليك وما لقيتش معارضة فانتي كتقولي انا لي شجعوك انك توجد هذا؟ لا هم اللي يشجعوني بانني انا اصلا كنت رافضة الفكرة لاني كتبالي بانها صعيبة علية ما غديش نقدر ليها ما عنديش ما خاصني يكون متفرغة انا ذاك الوقت هو اللي ما كينش ولكن من لي شفت بان بزاف كي ساندوك لا ديري علاش هادي احتى المونتاج تهو فالول ما كنتش كنعرف ليه يعني را كاري تباش تعلمت ندير المونتاج ولكن الحمد لله بعد يعني الناس القراب مني هم اللي ساندوك هذا بالنسبة للصعوبات فما كانش عند تخوف من هاد القيل والقال اللي والله بخصص اليوتيوب ده بحل لعيب انك تخليل اليوتيوب منيك يعرفوك الناس بانك كديري محتوى في يوتيوب لانا للأسف احنا كنقولوها احتى بالعاملية دينا انا منيك تكون شيء مثال اللي ماشي مزعان فهو كيشوه صورة ديناس الاخرين فانتي ما كانش عندك تخوف منها بالنحية بالنسبة لي انا ماشي مسألت التخوف اكتر ما هو كتقولي انا هاد ناس شنو غادي نقدم لهم شنو الاضافة اللي غادي تكون حيث كل واحد كيمشي في التجاه اللي هو باغي اللي باغي يمشي في محتوى هادف ويقدم حويجات ليستفدو منه من الناس را غادي يمشي واللي كيبغي يمشي كيف ما كنقولو في التجاه ديال الفضائح والتفاهة راه كيمشي وكيما كنقولو كل واحد عنده الناس ديال وكل واحد عنده الجمهور ديال ايه وبنسبة الجمهور فليلاسف وهذا واقع ما نضرقوهش وانا نكاللاحظو ان المشاهدات كتكون اكتر والارباح كتكون اكتر على المحتويات اللي حشوما انها تمثلنا وتمثل المرأة المغربية فبنسبة لك انتيا شنو تفسيرك لهذه الظاهرة هذي حاليا قلنا شنو ولينا كنجري وورا المادة احتى العناوين ولا فيهم الابهار الشي مليكات القرية فاضيحة اجيوا تشوفوا شنو قاعلية ما عرفتش كيف شنو كانت تاجروا بالمشاكل ديالنا كانت تاجروا بالخصوصيات ديالنا يعني اي حاجة غادي تدخل لنا الربح ولينا كنشوف لها يعني كتلقي بان مشاكل ديال الطلاق مشاكل اراجدي ضربني تخاصنت مع احماتي هذي وكتلقوها في اليوتيوب كنا احنا في وحد الوقت ما كتبغيش العائلة اللي هي قريبة قريبة ما كتبغيش تعرف كارك تلقتي ولا رأى عندك مشكل ولا شيء جدا احنا ولينا كنوضفها حيث هي اللي والتي كتجيب لنا الناس مشاهدات ومني كيجو مشاهدات؟ كيجو الربح اه كيكون الربح في نسبة لك انتيع اليوتيوب واش كيدر عليك وحد الربح؟ ولا باقي؟ لا الحمد لله ولكن باش نكونوا واقعين راه ماشي ذاك الربح اللي غادي تكيلي عنده واحد الفكرة خاطئة اجي انا غدير شان يوتيوب غادي نتخلص يعني كيسحب رسول غادي غير يدير واحد لاشان غادي من شهر ديالو غادي تخلص اليوتيوب حتاو وراه صعب الامر ولو شروط وقوانين يعني خاصك وما راح يدوز منها عادك توصل ذاك الخلاص زائد بانو كيكون صعب يعني المحتوى حتى دخلتي غير موسيقى ماشية يعني راها كتكون عقوبة بالنسبة للمدخول ديال اليوتيوب كيكون على المدى البعيد باش نكونوا واقعين كيلي غادي قبل هدرتي وكيلي ما غاديش يقبلها ولكن انا كنهدر انطلاقا من نفسي تجربة ديالك كيبغي خصوصا الدومين ديال اللي احنايا يعني او المحتوى ديالي انايا انا المحتوى ديالي اللي هو الطبخ انتي ما كتدخلي شي حاجة لها قبل عائلة ديالك مخليها بعيدة على اليوتيوب ضدها تماما باش نكونوا نكون صريحة معك انا ضد بان حياتي الخاصة نشرك فيها الناس لانا كينين خصوصيات انا ما كنديرش لفلوغ حتى كنت قدي ندير فلوغ او شي حاجة را ما غاديش غادي نديرو اللي غيستفدو منو الناس مثلا مشيت انا الواحد اللي تقدم منها او شي حاجة الناس اللي غيستفدو بحل دبا مثلا ممكن ندير مشتريات بحل اجي منين خديتيها دي بش حال خديتيها كين الناس اللي كيكونوا ساكنين على برا او في موضو اللي هي ما ممتوفرش فيها بزاف ديال الحويج هذا ممكن نساعد فيه انتساعد بالناس اما باش نبدأ اجي وشوفو انا فين مشيت هادي شي حويج اللي غادي نفيد بهم الناس اما كيما كنقولوا لك انت غير غادي نشعل غير الكاميرا ونبقى غير كنصور في الخرص ضد الفكرة ضدها انا تماما وقلت لي يا فلوف قلت لي بانك كتديري دروس كتقدمي دروس للنساء بشتعونيهم يعني بشتعلموا الطبخ فكيف اجدتك الفكرة وكيف اجدتك دبك التبقيها بالنسبة للدروس ديال الطبخ انا تقريبا غتكون دبا واحد ثمان سنين او اكتر بديت في التيجاه ديال الدروس ديال الطبخ والحالويات علاش لانا كنشوفو حاليا كما كنقولو البنت من المدراسة الخدمة لدار راجلة كتلقي بانا اخوات كي يجيوا كتقولك انا راه ما كان عارفش نطييم يعني كتلقي ابسط حاجة كيك او غير اجينة ما كتصدقش لي يعني بحكم انا لي كوموندو داك شي كنت كتجي تقولك لا نادي ما كتصدقش لي من هنا جاتني جاتني الفكرة ديال ليكو وبديت فيها وكتغليتي انك عندك قناة في يوتيوب والحمد لله القناة ديالك وعندها تحقق اعداد ديال مشاهدة اللي مزيانة فانتي من تماك بيالتي بانا انا ولي نعلم باستغل يوتيوب باش نفيد الناس فعلا يعني في الفترة ديال تلك الساعة كنت متوقفة يعني ما مخارجين ما تشتر حاجة ديالك ساعة انا كنت 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 كنذير هادو كلاكو كنت كنت كنذيرهم فلاشين ديال في الأول كنت كتب لي المسألة عادية و بسيطة، ولكن من اللي كانت تلقي ناس تتصلوا بك، أنا جربت هذه الوصفة، وكين الأخوات اللي كانت تتعيط لك، أنا عندي واحد المناسبة، وجربت فيها مثلا نجاج، أو جربت فيها الحمد يالك، أو جربت هذه، وكتخدم بها كما نقول، وكتسترزق منها الله، فهذه عندها واحد الفرحة خاصة، أن قدمتي واحد الحاجة التي قدرت تكون بانتلك بأنها، ماشي شي حاجة غير فيديو نزلتو في القناة، ولا كين الأخوات اللي استافدوا منه، كين اللي كانت تقول لك أنا يالله بغيت نبدع في الكوموند، باش تنصحيني كين اللي كان الأخوات غير لدارها، كتوقع لها شي مشكل، كتوز التليفون، حيث أن تأتي مني، كتوز التليفون تتصل بك، بحل فرمدان، كين اللي كتخلط شباكي أو كتوقع لها شي مشكل؟ أجي حنان، هشنو قاعة؟ مخلينيك للطوارئ، مخليني للطوارئ، يعني الحمد لله، أكثر هو تحد مكره الربح المادي، ولكن راحت هذه الدعواء ديالت الخير والإنسان كيدعي معك، وكيدعي مع والديك وكيدعي لك بسخرة بأن ربي يصدر لك في ذلك الوليدات يعني هذيك تايير عنده وحطة شي حاجة اللي هي مزيانة الشرطي لحد الحاجة المهمة هو أن اليوتيوب أراد أبايا ولمنات كيف تفتح بيه منازل أراد نساء أرامل ونساء اللي ما عندهم شو حد المدخول أرادوا كيف تسترزق الله من اليوتيوب فعلاً العدد كبير من النساء اللي يستفدوا من هذه المنصة فشنو رسالتك للناس اللي كتقدم محتوى اللي نقدر نقول لي خادش للحياة وبعض المرات يكون عثير هادف فشنو رسالتك لهم وهما طامعين غير في الربح ما كين مسهل شنو كنقول السمعة الطيبة راه صعيب باش تبنيها ولكن أنك توصل الواحد المستوى لكل شي يقول لماذا دخل لديك القاناتة شنو فيها كلها فضائح كلها سهل سهل بأن الناس يدخلوا ولكن رهال استمرارية خاصك دائما تبقى مستمر في الفضائح في الشوها في الكواريت شحال قدك لكن ما كنقول لا يا صح إلا صحيح شحال قدك تبقى غادي ولو كي ألفوا سيناريوات تقلّف سيناريوات تخاصمت تفعلت غير باش يجلبوا المشاهدة لو كان من الأول قنعنا بذلك الشي الذي أعطان الله وبقينا غير في المحتوى اللي هو نقي راح كالك تدير روتين عادي روتين ديال فقت جمعت طيبة طويجين تدير روتين ولكن روتين اللي هو نقي لا يمكنك تدير الوليدات لكي تقولي أم عندها أولادات وعندها رجل و تدير هذا المحتوى لا تفكرت ما تدير الوليدات لكي سيكبروا راح يتليوتيبرك يبقى محتاف درتين الحاجة الزينة بقاتلك فيه درتين الحاجة الخيبة بقاتلك فيه فعلا شكرا لالحنان و سعيدا بهاد القوة أمتيلا في اليوتيوب اللي للأسف صمعة ديالو بهاد النوعية ديال الفيديوهات اللي ولات غادو كتبط دونك حنعي كان نحاولو أننا نبرزو هذا هو الهدف دير هاد السلسلة هادي وأننا نبرزو القنوات اللي كتقدم محتوى هاتف بارك الله وفيك شكرا ربي خليك لي أشارك مشاهدةنا وصلنا نهاية الحلقة ديالنا اليوم على أمل لقائكم مع صانع محتوى في المستوى جديد إن شاء الله بسلام عليكم موسيقى